إسرائيل لم تخبر الولايات المتحدة اعتزامها بالقيام بذلك البعض يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر في بعض الأحيان لإسرائيل لتقوم بما تقوم به وتترك الأمور بشكلها أو على هذا الشكل الذي نراه اليوم هل الولايات المتحدة فعلا لكي يفهم المشاهد تعطي الضوء الأخضر لمثل هذه العمليات خاصة وأنها لا تطال المفاعل النووي وهذا قد يكون أهم ما في الأمر لا أعتقد بأن هناك ضوء أخضر من واشنطن وليس هناك ضوء أحمر كذلك من قبلها إسرائيل مجددا هي دولة سيادية هي ترى نفسها كذلك أحيانا هناك لبس خلال العلاقات الاستراتيجية هناك استشارات وما إلى ذلك ولكن مثلا التفجيرات تفجير المنشآت النووية السورية في 2007 إسرائيل لم تخبر الولايات المتحدة اعتزامها بالقيام بذلك حسنا فإذا الولايات المتحدة أعتقد حقيقة لم تعطي إسرائيل الإذن للقيام بذلك في سوريا ولكن إسرائيل دولة ذات السيادة وستتخذ أي خطوات ترىها لازمة هي لم تتفق مع الاتفاقية النووية وعارضت هذه الاتفاقية ما بين إدارة بايدن وإيران والدول البي فايف زائد واحد واتخذت إجراءات منذ ذلك الحين سواء إجراءات رد فعل أو استباقية من أجل أن تقمع هذا البرنامج في إيران وأن تقوم بمثل هذه العمالة لتحاول إبطاء العملية وأنا على ثقة من أن هذا لم تقم به بالموافقة التي أعربت عنها الولايات المتحدة لم تعرف عن ذلك سواء إدارة بايدن أو إدارة أوباما من قبله اشتركوا في القناة